كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أن لك هذا قالت ومن عند الله إن الله يرزق ومن يشاء بغير حسابه لما رأى زكريا هذا الموقف تأثر هناك يعني لما رأى هذه النعمة دعا الله عز وجل هناك دعا زكريا ربه قال ربي هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء قال بعض أهل العلم إن هذا الموضع من مواضع إجابة الدعاء عندما ترى نعمة لأخيك المسلم فادعو الله عز وجل هذا من مواضع إجابة عندما تسمع بأن فلان حصل له رزق حصل لك كذا حصل لك خير فادعو الله عز وجل اسأل الله تعالى هو التوفيق والإعانة وادعو الله تعالى لنفسك هذا من مواضع إجابة ولذلك تأمن قول الله عز وجل هناك دعا زكريا ربه ويضع يطرد الحسد يا شيخنا الكريم وكذلك أيضا هذا أيضا فيه معانجة لداء الحسد وما قد يقع